نتجه إلى القدس المحتلة حيث أحمد البديري أحمد يعني كيف سينعكس هذا البيان وما جاء بهذا البيان على أرض الواقع وهل من المتوقع أن يكون هناك حل جذري وحل حقيقي لما يحدث له لا نعكاس ولا اهتمام إسرائيلي بمجريات كل ما يحدث من قبل الاتحاد الأوروبي الذي طالما أصدر وصدر العشرات إن لم نقل المئات من بيانات الاستنكار والتنديد الإسرائيليون لا يأبهون حقيقة بكل التوجهات الأوروبية ما يأبه به الإسرائيليون حصرا هي الأدار الأمريكية ولهذا كان الاتصال الهاتفي الذي حدث بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع وزير الجيش الإسرائيلي بني جانس التسريبات تشير إلى أن هذا الاتصال كان صعبا كان حادا وكان بلينكين واضحا بأن هذا بعكس كل التفاهمات الأمريكية الإسرائيلية والتوافق الذي بين الطرفين وهذا ليس فقط يقود عملية السلام التي لا يتحدث عنها الجانب الأمريكي بهذا الخصوص ولكن يتحدث حول استقرار المنطقة بأنه يجب أن يكون هناك دائما تنصيق هذا الحدث الذي نعكس داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية كما نعلم رئيس الوزراء الإسرائيلي هو يميني من حزب يمينة يعني الذين يصوتون له للوصول الكنيسة هم أولئك الذين يعيشون في تلك المستوطنات في مناطق الضفة الغربية هو أراد أن يرضي جمهوره في المقابل هناك حزب العمل حزب ميرتس القائم الموحدة داخل الاتلاف الحكومي الذين يرفضون مثل هكذا إجراءات لأنهم يختلفون معها أيديولوجيا بينما بيني جانس وبقية الشرفمة الموجودة داخل الاتلاف الحكومي من الذين غادروا من حزب الليكود وانضموا إلى هذا الاتلاف يرون بأن هذه القضية هي قضية مبدئية أكثر منها قضية التنفيف على الأرض بمعنى الاحتفاف الإسرائيلي بالحق بالاستطان في مناطق الضفة الغربية الذي فهمته بالحديث مع عدد من المسؤولين بأن الفكرة كانت بأن يكون هناك بناء استطاني محدود لما يسمى بالنمو الطبيعي ولم يكن هناك موافقة أمريكية حول ثلاثة ألاف وحدة سكنية هذا عبارة عن حي سكن كامل لو وضعناه كله مع بعض لكان هذا حي سكن كبير وطبعا الإسرائيليون سوف يقسمون هذه ثلاثة ألاف وحدة في أكثر من مستوطنة إسرائيلية ولهذا فإن الموقف الأمريكي كان حادا ولكن هل هذا الموقف سوف ينعكس بأن يتم إيقاف هذا المشروع هذا عموما لم يحصن بعد يعني خلال الأسبوع القادم هناك جلسة للحكومة الإسرائيلية التي من شأنها أن تدرس كيفية المضي قدما الأمريكيون لديهم العديد من الأوراق ليس فقط الدعم الأمريكي للجيش الإسرائيلي ولكن هناك ورقة القنصرية الأمريكية هناك أوراق تتعلق في ملف النووي الإيراني وغيرها وغيرها من الملفات التي هم الجانب الإسرائيلي أن يرضي الحليف الأبرز الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر